هي أول عملية جراحية ناجحة بالتخدير المحلي لاستئصال الغدة الدرقية أشرف عليها أطباء جزائريون بعيادة خاصة في ولاية تيزي وزو تجاوز بها الطاقم الطبي المخاوف التي كانت تخيم على هذا النوع من التدخلات الجراحية الدقيقة أول عملية جراحية ناجحة بالتدخلات الجراحية المريضة عدى نبيلة التي غادرت العيادة في أقل من 24 ساعة بعد العملية وهي في حالة صحية جيدة عبرت عن امتنانها للطاقم الطبي المشرف وارتياحها لظروف إجراء العملية هذا النوع من التدخلات الجراحية التي كللت بالنجاح والتي يأمل الطاقم الطبي المشرف أن يتم تعميمها على سائر العمليات بالمستشفيات الجزائرية تضاف إلى سلسلة الإنجازات التي حققها أطباء جزائريون بإمكانيات جد محدودة